السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياتكم ورحمة الله في محطة تويس وأهلا بكم في سلسلة فانفانتسي 17 لور والتي تتحدث عن الإيحادات الموجودة في فانفانتسي 17 العاشق لهذه السلسلة القديرة رح يعرف أن كثير من المعالم الموجودة هي آتي من الألعاب فانفانتسي الأخرى واليوم رح نتكلم عن أحد الزعماء الذين لم يحضوا بالوقت الكافي لمعرفتهم وتقديرهم وهي كلاد اوف داكنس في فانفانتسي 17 تقابل كلاد اوف داكنس في الالايانس ريد بمسمى وولد اوف داكنس وتكون هي آخر زعيم كما أنها أيضا الزعيم التاسع في الساواج الخاص بإيدن أول ظهور لكلاد اوف داكنس كان في فانفانتسي 3 والغريب هنا أن بالعادة الزعم الأخير يظهر معك من البداية أو على الأقل في نص القصة ويكون له إيحاءات مثلا تسمع اسمه قرات اسمه في مكان أحد تتكلم عنه بس هنا بالنسبة لكلاد اوف داكنس ظهرت فجأة في نهاية اللعبة وكانت فاجئة للجميع إذ كانت تريد إحاطة العالم بالظلام اللانهائي الغريب أيضا هنا أن اللي يلاحظ على كلاد اوف داكنس أنها على هيئة إمرأة ولكن بالأصل هي تعتبر وحش ولكل من مخالبها عقل خاص فيه ويتعتبر نفسها من الفراغ فمهمتها هي جعل كل ما تمر به ظلام وفراغ ولا تأبه لأي من الأسباب الأساسية الزعماء في العادة مثل لهيمنة الثراء أو التحكم بالعالم في قصة فان الفانسي ثلاثة تحاول كلاد اوف داكنس التحكم بزاندي والذي كان يعتبر الزعيم الأخير وتخبره بأنه إذا طاعها ودموا الكريستالات فهذا سيطير حياته وما كانت إلا أن تتلاعب عليه حتى كسر الكريستالات وبهذا حول قوة النور والضرام إلى ما ظهر عليها وهو كلاد اوف داكنس ظهر الكلاد اوف داكنس في العديد من ألعاب السلسلة ولكن أغلبها كان في العب الصغيرة وكان أبرز ظهور لها والذي جسد قوتها هو فان الفانسي دي السيدية وفان الفانسي دي السيدية يمكنك من لعبها وتجربة ما تخفيه من قوة تجربة الظلام للعالم وبصراحة كان اللعب فيها جدا ممتع وفي فان الفانسي دي السيدية تظهر على هيئتين الهيئة القديمة وتكون في الالايينس رايد وفي الهيئة الجديدة والتي تكون على شكل إنسان في ايدن سافيج للتاسع أحب أذكر شي خاص هنا هو الرسام القدير يوشيتك أمانو هو العراب للشخصيات فان الفانسي وطريقة الرسم المبتكرة منه عاشرنا هذه الرسومات الخلابة من تقريبا جميع أجزاء فان الفانسي وهو الذي يصنع بنفسه الرسومات العنوين لجميع السلسلة إن شاء الله كانت حلقة ممتعة وإذا عندكم مفترحات أحلقة جاية أتمنى أن تكتبونها في التعليقات ونراكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر